في بداية الفيلم بيظهر بنت اسمها أبيجل راقصة بالي ومش عارفة ان فيه مجرمين مستخبين في بيتها فجأة بيخطفوها وبيخضروها وبيخلوها تفقد الوعي وبعدين بيخطفوها بسرعة وبياخدوها الفيلا مع زولة وهناك بتقابل زعيمهم لامبرت اللي بيوصيهم انهم ما يشاركوش اي معلومات شخصية مع بعض او حتى مع أبيجل ولامبرت بيفهمهم ان مهمتهم هتستمر لمدة 24 ساعة وان الجزء الصعب خلص وان كل اللي عليهم يعملوا دلوقتي انهم يحرصوها جوي بتسأل عن هوية أبيجل ولامبرت بيخشف انها بنت راجل غاني على وشك انه يخسر 50 مليون دولار علشان كده وعلشان يضمن انه مفيش حد يتتبعهم لامبرت بيقول انه هياخد موبايلاتهم اعضاء المجموعة هما جوي اللي كانت في الجيش وفرانك اللي كان محقق وبيتر اللي مش زاكي قوي وكان بيشتغل المافيا الكندية ودين اللي بيسوق وعنده مشكلة في التعاطف وسام الهكر وريليكس اللي كان قناص في البحرية الاسماء دي كلها اسماء حركية مستوحة من الفرقة الموسيقية رات باك باك والاعضاء مش مسمح لهم يشاركوا اسماءهم الحقيقية او اي معلومات شخصية علشان يحفظوا على سلامة أبيجل وكل واحد فيهم هياخد شيك ب7 مليون دولار خلال يوم واحد جوي بتروح لأبيجل وبتطلب منها انها تشيل العصابة من على عينها علشان مجدودة قوي جوي بتلبس القناع علشان تحمي نفسها وبتعمل اللي أبيجل بتطلبه منها جوي بتشوف ان معسم أبيجل مجروح فبتحرك ايدها من ورى ظهرها لتحته قدام وبترجع تأيدها بالكلبشات علشان تحس براحة اكتر جوي بتقول لأبيجل انهم مش هيسيبوها الا لما ابوها يديهم الفلوس أبيجل كانت قلقانة وسألت اذا كانوا هيقزوها ولا لا جوي طمنتها انها طالما بتتصرف معهم كويس وابوها كمان هيديهم الفلوس هتبقى بخير اسناء كلامهم أبيجل قالت لجوي اسمها وردت جوي ان عندها ابن في نفس سنها أبيجل قالت لهم انهم غلطوا لأن ابوها ما بيهمهوش أمرها أصلا وقبل ما جوي تمشي أبيجل عبرت عن قلقها عن اللي ممكن يحصل لها جوي رجعت للمجموعة وقالت لفرانك ان البنت قالت ان ابوها ممكن يكون عنيف جدا وممكن ما يسألش في بنته أصلا وسألت فرانك عن ابو البنت لكنه اعترف انه ما يعرفش حاجة وان ما معهوش اي معلومات عن الموضوع ده أصلا بعدين فرانك راح قوضة أبيجل واندهش لما لقاها مش لابس عصابة على عينها كان قلقان انها تكون شافت وشه فكلمها عن الموضوع ده لكن أبيجل قالت له انها ما شافتش وش ولا حاجة ولما فرانك سألها عن ابوها يبقى مين قالت له وهي مترددة كده ان ابوها كريستوف لازار فرانك قلق ومشي من قوضة أبيجل ورح قال المجموعة انه ويمشي المجموعة كانت قلقانة هي كمان فقرروا يقربوا منه وجوي سألته عن سبب قلقه فرانك قال لهم ان البنت بنت واحد مجرم جدا ومعروف جدا واسمه كريستوف لازار جوي قالت انهم المفروض يدوها أكل وبعدين يعملوا مكالمة مجهولة وبعدين يمشوا من المكان فرانك كان خايف ان ابوها ممكن تكون شافت وشه بسبب تصرفات جوي لكن جوي أكدت انها كانت المفروض انها الشخص الوحيد اللي يقدر يدخل قوضة أبيجل ودين افتكر ان كريستوف مش شخص حقيقي وافتكر ان الاسم مجرد قصة قال لفتها أبيجل لكن فرانك فضل يقول انه حقيقي والمجموعة كانت مش متأكدة من قرار جوي انها تشيل عصابة من على عنين أبيجل وافتكر انهم ممكن يضطروا يقتلوها لكن جوي اختلفت معهم المجموعة قررت انهم يمشوا في خطتهم وبعدين يختفوا بعد ما ياخدوا نصبهم الفلوس وبعدين ريليكس قال جوي انه ما بيثقش في الأفراد دول وشجعهم انهم يفضلوا مع بعض وياخدوا بالهم من بعض جوي وافقت وقالت ان هي كمان كانت بتفكر في نفس الموضوع وفي نفس الوقت ديم بص على لوحة قديمة وفكر ان البنت اللي فيها شبه أبيجل وراح للبضروم وتفتح باب لوحده راح ودخل القوضة وتفاجئ بوجود فار لكن لما حاول يمشي حاجة سحبته من غير ما تتشاف دين صرخ وقال سعدوني ولما سام سمعت صراخه جريت على البضروم علشان تشوفي ايه ولما لقيته خافت لما اكتشفت ان راسه تقطعت وقالت للكل ولما شافوا جث الدين فرانك لاحظ ان شكلها كأن حيوان مفترس هو اللي مزقها سام شافت ان كلهم بتصرفوا بشكل غريب وقالوا لها عن واحد اسمه فالدز مسؤول عن راس لازار ومن كام سنة الاف باي مسكوا ثلاثة من اهم عضاء عصابة لازار وتحبسوا في السر في اعلى مستوى في فندق وقبل محاكمتهم اتناشر عميل كانوا في القوضة لجنبهم واتنين كانوا واقفين عند الباب وتاني يوم الاف باي دخلت ولقيت جثاثهم اتعورة وحاجات من جسمهم نقصة وروسهم اتقطعة وتكتب عليها توقيع فالدز بعد كده قرروا انهم يروحوا يشوفوا البنت ولقوها في قضتها وحسب كلام ريلكس فالدز ممكن يكون موجود رغم غيابه عن المكان وقرر انه يمشي ولما حاول يفتح الباب لقى باب تاني مقفول واكتشف انهم محبوسين جوه فجأة جهاز انظار البيت اشتغل واكتشف ان كل ده فخر جوي جرت بسرعة على ابيجل وسألتها اذا كان حد تاني جامعهم هنا والراجل اللابس نضارة في الاول ابيجل قالت لا لكن بعدين اعترفت ان الراجل اللابس نضارة قال لها تخلي الموضوع سر وهددها انه هيئزيها لو تكلمت جوي قالت انها مش هتخليه يعمل اي حاجة تئزيها ابيجل قالت انه بيشتغل عند ابوها وان اسمه فالدز فجأة ريلكس يكلمها وقال لها ان حد اخد مسدسه جوي نشرت بينهم ان الهوية الحقيقية لفرانك جوي سمعت صوت ولفت ولقت ريلكس واقف بطريقة غريبة وراحت نحييته بحذر لكنها تصدمت لما اكتشفت انه متعور جامد جدا بسبب حد نازل على السلم ودورت على فرانك علشان تسأله عن نيته انه ودهم للمكان ده بنية شريرة فرانك طلع مسدسه وقال انه مش فاهم وطلب منها انها تقوله هي بتفكر في ايه بالزبط هي اكدت له انه هو فالدز الشخص اللي قتل دان وريلكس فرانك ما صدقهاش وقال لها انه فاكر ان ابجل اثرت عليها وانها بتحاول تخليهم ما يسقوش في بعض قال لهم انهم المفروض يكونوا حازمين مع البنت جدا وقال لبيتر انه يعمل كده جوي سألت بيتر عن اللي بيحصل بيتر قال لها انه بيزبط حاجة وسام قالت بهدوء انهم محتاجين يفكروا ويساعدوا بعض ومحتاجين يعرفوا البنت عارفة ايه بالزبط هل هي بنت بريئة ولا راقصة بلية ولا مصاصة دماء ولا حد بيشتغلنا من ساعة ما جبناها هنا جوي قالت انهم محتاجين يلاقوا طريقة تانية يهربوا بيها وخلاص لكن فرانك قال انه شاف كل الابواب التانية ولقى ان عليها اقفال قوية جدا وشبابيك تخين وفرانك افتكر انهم المفروض يستعدوا علشان يقتلوا ابجل لكن جوي ما قبلتش قالوا انها تبقى حاجة وحشة اوي لو قتلناها علشان بعد كده مش هيبقى معانا ورق الضغط اقترحت انهم يدوا ابجل للازار علشان ما يقزهمش لكن فرانك مرضاش يعمل كده فرانك راح يكلم ابجل لكن اتفاجئ انه شافها بترقس بجث الدين وبعد شوية ابجل شافتهم وثبت جث الدين وسام جريت ناحية ابجل لكن ابجل قفزت عليها فرانك وبيتر حاولوا يساعده لكن ابجل زقتها بعيد ولقوا ان حتى الاوتاد والصليب ما بيأسرش فيها ابجل قزيتهم وهربوا من المكان ده جوي اقترحت انهم يستخدموا المهدئات اللي لامبرت ادهالهم علشان يهدوها اقترحت انهم اتفقوا ان اللي لاقي ابجل الاول يبعد عنها ويبلغها على طول علشان تجي بالسرينجة بعد شوية سامت فاجئت بخفافيش خليتها تقع في حمام سباحة واتصدمت لما اكتشفت انه مليان جثث وفي نفس الوقت ابجل راحت لبيتر واللي خاف جدا وقال للباقيين عن مصصت الدماء اللي وراء وقال لهم الحقوني وقال لهم مش هتقدروا تمسكوها وبعدين ابجل هجمت عليهم كلهم وهم متجمعين وفضلت هجمهم واحد وراء التاني في اللحظة دي جوي وقعت من ايدها السرينجة لكنها في الاخر قدرت تجيبها وحقنت ابجل واللي اغمى عليها على طول وبعد ما ابجل فائت اكتشفت انها محبوسة في الاسانسير جوي قالت لها انها لو قالت لهم يهربوا ازاي هيسيبوها تروح ابجل قالت لهم ان هي المخططة لكل حاجة وان لامبرت بيشتغل معاها بعدين قالت لهم ان الاسم الحقيقي لسام هو جيسيكا واعترفت ان هي في الاول مولت حياتها المهنية عن طريق الدخول على حساب بنك ابوها وامها الاغنية وده خلى الناس تحط فلوسها في بلاد تانية وتركز على اهداف اكبر خصوصا واحد معين وبعد كده كشفت ان بيتر اسمه الحقيقي تيرين وانه بيشتغل بلطاجي لعيلة بوروسارد في مونتريال وضحكت عليه وسألته ازا كان بيتعب من انه يأذي الناس علشان الفلوس وانه بيستحمل زميره اللي بيتاريقه عليه علشان مش زكي وقالت انه سرق من فريقه وضحكت عليه علشان ضعيف وغير مخلص وكمان قالت عليه انه سكير وبتسأل هو ممكن يستمر قد ايه وهو بيصرف فلوس مسروقة وبعدين قالت لهم ان فرانك كان محاقة اسمه ادم بارت وتظاهر انه شخص تاني واشتغل في فرعهم في نيويورك ابجيل عايزة تعرف احساسه وهو بياخد في الحجز التلات ملازمين اللي كان بيحبهم كمان اعترفت ان هي لقزتهم بسببه وبعدين قالت للكل ان جوي اسمها الحقيقي انا لوسيا كروز كانت بتشتغل ممرضة في الجيش لكن اضطردت علشان استخدمت مورفين بتاع الجيش وحاولت تخلي بالها من ابنها لكن بعدين سابته مع ابوه الشرير قبل ما تبدأ تشتغل دكتورة في السر مع الناس المشبوهين وفي يوم غلطت في الشغل وبدل ما تشير رصاصة قطعت بالغلط وعاء دموي ومات واحد مهم في شغل ابوها بسبب النزيف ابجيل افتكرت ان جوي المحاقة اقبارت شبه بعض علشان هما الاتنين مرضوش يشوفوا عيالهم جوي سألت ابجيل عن عدد الناس اللي هي فاكرة انها تأذيهم علشان ابوها يحبها من تاني فرانك سأل عن سبب كده واذا كانت عايزة تنتقم كان ممكن تقتلهم بدل ما تجيبهم هنا ابجيل قالت انها بتستمتع انها تلعب بأكلها الاول وبتعتبر ده زي اي لحمة جابتها قبل كده مجرد طريقة علشان تقضي بها وقت جوي سألت ابجيل اللي وقفة دلوقت في القفص انها لو خرجتها ممكن تأذيهم لكن ابجيل قالت لها لا لو عملت كده مش هتأذي اي حد فيهم وفرانك عايز يقتلها ومش مصدق لكن ابجيل قالت انهم لو ساعدوها على الهروب محدش هيئذيهم بيتر حاول يفتح الباب علشان يفضلوا في امان لكن جوي ضربته وبيتر زعق لها انها كانت هتموته وهي قالت له انها ما شافتوش وقالت له يديها المسدس علشان تساعده وفرانك مسؤول انه يخلي باله منها وابجيل عايزها يفتح الباب فرانك قال لها انه ممكن يفكر في الموضوع ده لو قالت لهم يخرجوا ازاي ابجيل وفقت لكن قالت انه لازم يخرجها على طول بعد ما تساعده فرانك قال لها ماشي وابجيل قالت له على باب سر في المكتبة قالت له انه يزوء المكتبة اللي على حيط اليمين باستخدام كتاب وقالت له اسم الكتاب ولمعرف المعلومات دي فرانك قرر يلغي الصفقة ورفض يفتح باب القفص لكن ابجيل كسرت البوابة بسهولة وبدأت تتحرك ناحية فرانك بطريق التهديد وقبل ما تقدر تأذيه جوي جات وكسرت الالواح الخشب بتاعت الشباك وخلت ضوء الشمس يدخل والواضح ان ابجيل حساسة جدا ناحيته جوي شافت فرانك بيدور على حاجة وبعدين لقى الكتاب ولما اخده مفيش حاجة حصلت وفرانك اكتشف ان ابجيل خدعته من تاني وبعدين سام قالت انهم لو لقوا مصدر الطاقة ممكن يقفلوها وكونوا مجموعتين علشان يلاقوا مصدر الطاقة لكن فجأة سام بقت مصاص الدماء تحت سيطرة ابجيل وبعد ما قزت بيتر بدأت تكله وبعدين خلصت عليه وبعدين لما جوي وفرانك وصلوا سام اتصرفت عادي وقالت لهم ان ابجيل هي اللي قتلت بيتر وانها لسه جوا لكن جوي اكتشفت ان سام بقت مصاص الدماء ولما سام بدأت تقرب منهم جوي وفرانك جريوا علشان ينقذوا نفسهم وسام حاولت تحاربهم لكن جوي استخدمت صنية علشان تعكس الضوء وتضربها في اللحظة دي الباب المستخبت فتح ورغم ان جوي وفرانك قلقانين انه ممكن يكون فخ هو كمان لكن برضو قرروا يدخلوا جوا علشان يدوروا على اي مخرج واكتشفوا قضة التحكم في الفيلا وقابلوا لامبرت اللي طلع انه مصاص دماء لامبرت جاب جوي علشان يعمل معها اتفاق لكن لما قالت لا لامبرت اتعصب ورفض يتكلم معها وبعدين قال ان ابجيل عملت منه مصاص دماء من سنتين لما اكتشفت انه ساعد فرانك في نيويورك وجات واخدته واخدت عليه وعد مرعب انها هتقز علته لكن دلوقتي هدف الوحيد انه يجيب اعداء ابوها للمكان ده يمكن ده يساعده انه يقتل ابجيل لازار عن الموضوع وان لازار هيجي للفيلا فرانك وافق وقال لامبرت انه يعده وبعدين خلى فرانك يشرب دمه وبدأت عملية تحويله لمصاص دماء في نفس الوقت جوي قامت ولامبرت قال لفرانك انه يروح يقابل الشخص اللي نوي يقزيه لكن فرانك طعنه وقتله وابجيل جت وسألت اذا كان لامبرت حاول يخليه يسيب كل حاجة قبل ما يقتله بعدين نطت ناحية فرانك لكن فرانك كان اقوى منها وشرب من دمها لما لقى فرصة جوي قفدت الانذار والامان علشان تحاول تهرب لكن المخرج كان مقفول ولما فرانك قرب منها جوي حاولت تحاربه لكن هو بسهولة زقها بعيد وفضل يشيلها ويضرب فيها ويخبطها في كل مكان وفي الاخر رماها من فوق في اللحظة دي جات ابجيل ومسكتها قبل ما تلمس الارض وبعدين فرانك هاجم على جوي وطعنها وبعدين شرب من دمها في اللحظة دي قامت معركة جديدة بين ابجيل وفرانك وفرانك برضو كان قوي جدا في اللحظة دي جوي هي اللي خلصت على فرانك وطعنته وانقذت حياة ابجيل وابجيل وقفت وقالت لها انت اللي انقذت حياتي وفي اللحظة دي ظهر لازار ابو ابجيل واول حاجة عملها انه عاوز يهجم على جوي وجوي خافت ورجعت وهو وقف قدامها وعلى واشك يهجم عليها لكن قبل ما يقدر يئيزيها ابجيل قالت لابها ان جوي انقذت حياتها قالت ان جوي كانت موجودة في اللحظة دي لازار استسلم وإدى جوي الحرية أنها تمشي ولما رجبت عربتها جوي أخيرا سابت فيلا الرعب وقررت قبل ما تمشي من المكان أنها تروح تشوف ابنها وهنا الفيلم بيخلص ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة